البدع يا مولانا وازاي ناقي أبوزنا شر البدع زي ما بتقول الأستاذة فاطمة بتقول يعني كلها حرام الناس اللي بيعملوا بعض حيات كده بحيث انها حرام ليه يعملوها وليه من وعيش الناس عنها أنا بس الأستاذة فاطمة أنا أشكرها بس أعوزين نرفق معنا كلمة البدع عشان نقولش كل حاجة حرام زي ما قلنا كده ما نقول الفتحة يلا الفتحة كده جميعا عشان خاطر ربنا يسهل الأمر ده فيه ناس بتقول دي بدعة العلماء المعتبرين بقول دي مش بدعة ولا حاجة دي تبرقا بتقولها لقضاء حاجتك يبقى هنا مش عاوز أخد كلمة البدعة من الناس المتطرفة لأن للأسف رصخوا كلمة البدعة عند الناس كل حاجة بدعة كل حاجة بدعة لحد ما خلاص الحمد لله بعد حياتنا كلها بدعة على طريقتهم ولكن احنا بنرجع الأمور اللي انصابها وبنقول مش كل حاجة بدعة طالما ان لها أصل في الشارع بنعمل بيه مسكك للسبحة ذكرت كسير ذكرت بعدد معين الشيخ قال لك اذكر بعدد معين أسماء الله تعالى أو ورد معين أو دعاء معين ده ما فيوش بدعة التانية يقول لك بدعة لا أعاوزين نعمل أعاوزين نجرب ونشوفه يا بدعة ولا لا لذلك اللي بيجربوا ما بيسمعوش لكلام النزلي يشعرون براحة في قلوبهم فيعرفون أن هذا الكلام اللي بقولوا بدعة ده خطأ ولكن فيه أمور بدعة فيه أمور بدعة البدعة هي اللي بتخالف أصول الشارع يعني واحد يقول لك هعمل لاربعين مثلا ويجدد الأحزان للميت ده نقول له ما بلاش الكلام ده ما تجددش الأحزان والخميس والثلاث وجمع هطلع على الخميس فنقول له ما تجددش الأحزان دي بقى التي لم تدد وتخالف أصل الشارع اللي هو لا يريد أن يجدد الأحزان في قلوبنا